ان يبقى عندك قناعة اليوتيوب ده شئ حلو انك تمشيها بالبركة ده شئ وحش يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني ما ينفعش انك ترفع فيديوهات عمالة على بطول ومن غير اي فايدة عشان كده يوتيوب اخترعوا لك حاجة مساعدة ليك اسمها استوديو مبدايين المحتوى او يوتيوب استوديو فلو انت يوتيوبر الفيديو ده مفيد جدا بالنسبارك ولو انت مش يوتيوبر الفيديو ده برضو هيفيدك جدا فانك هتعرف ايه الاحصائيات بتاعت القناة اللي انت بتفرج عليها دي لو انت من المتابعين مش عايز لنا طول يلا بينا يلا بينا اهلا بيك اه في الاول خلينا اقولك احسرارك ايه هو استوديو مبداينا المحتوى او يوتيوب استوديو لان الموضوع مش جديد خالص الموضوع ده يا شباب اخترعوه فاول ما يعني ما يوتيوب بدأ يسمح للناس انها تبقى فيه شراكة ويبقى فيه فيديوهات تترفع وريفنيو الجو ده كله. المهم الميزة دي قديمة جدا. انا اول تجربة لها كانت 2011 وكانت رائعة طبعا. فالموضوع ما فيه ده بيعرفك احصائيات القناة بتاعتك والفيديوهات والمشاهدات والتعليقات وكل حاجة ممكن تتخيلها. طبعا الميزة دي بتتطور. والسنة دي بس او اليومين اللي احنا فيهم دول. نزل تحديث جديد للميزة دي. والتحديث بصراحة رائعين. فبقى رسمي التحديث ده هو كان نسخة بي ده من مدة طويلة وبقى رسمي يعني تقريبا بداية الاسبوع اللي احنا فيه. مش عارف الفيديو هيوصل لك امتى يعني بس بداية الاسبوع اللي انا فيه انا بس اعور الفيديو. فالاول خلينا اقولك توصله ازاي? لو على الموبايل فضات تطبيقه هتحمله. هتحمله من جوجل بلاي. هتكتب بستوديو واي تي او من ااب ستور. على حسب انت اندرويد والاي او اس. وبعد ما هتحمله هتفتح التطبيقه هتلاقي شاشة زي اللي احنا فيه دلوقتي. انا دلوقتي بوريك من الكمبيوتر عشان هو اسهله في التصوير. لكن انت بستخدم اللي انت عايزه. في الكمبيوتر انت طبعا بتحملش حكا. الموضوع كل اللي انت بتعمله انك بتيجي هنا. على العلامة بتاعت الاكاونت بتاعتك فوق. بتدوس على الاكاونت. بتلاقي او اول حاجة او قناتك. وهنا انا بمعيني فيه يعني. فهو كتب لي يوتيوب ان انا هدوس هنا اوصل ليوتيوب. بس في حالتك انت هيبقى مكتوب ايه? يوتيوب استوديو. هيدخلك على الموقع الجميل اللي قدامك ده. وانا طبعا بستخدم الهاي كنترست فهو مش هيبن لك كده بس انا بحافظ على عناية وعنيك. مش موضوعنا خالص? فهنا عندك اول حاجة بعملك حوالة دوارة عشان تبقى واضح. اللي هو مشاهدة الوقت. تحت عندك هنا او رسم بياني على حسب ما انت بتسميها يعني. المهم تحت هنا بيقول لك. المشاهدات بالدقايق. فهنا بيقول لك الوقت اللي هو بتاع المشاهدة. فعندك حاجة كتير هنا. اول حاجة خلينا نشوف دي الاول. هنا بيقول لي ايه اكتر الحاجات اللي اتشافت. فعندي اللي اتشاف هلا مصرعة وعندي. هنا ده الفيديو بتاعتها ختيم جايب كم? جايب آآ الفين. مشاهدة. وده واحد فاصلة ستة الف ستومية مشاهدة ده بيكلم لك على اخر شهر اوكي? ده مش مشاهداتك كناة كلها. ده بيقول لك بس الفيديوهات الاشهر. وان ساوزان وان ساوزان دي سكس دي سكس. ده اخر مشاهدات ليا. مية ستة وستين دقيقة. آآ الف آآ وشوية حلوين? هما دول المشاهدات بتاعتي في اخر بقعة وعشرين ساعة. فخلينا اوكي. شو بقية الحاجات. وهنا زي ما احنا رسائلين. هنا الاولاني دي اللي يعني عرض الكل طبعا تقدر تعمله عارف زي ما قول. هنا برضو جايب لك تاني تقدر انك تعرف منه كل حاجة. هنا بيقول لك بقى دي نقطة مهمة. ركز معيها قوي هنا. هنا بيقول لك الفيديوهات دي الناس وصلولها ازاي? يعني ايه الكلام طبعا? او هنا بيقول لك الفيديوهات جات لمنين. من بحث يوتيوب ستة وعشرين في الماء. يا في حال تاني. الفيديوهات المقترحة? تلاتة وعشرين فاصل خمسة. يعني ايه الفيديوهات المقترحة? يعني لما بيكون ايه دا تفرج على فيديو مش بيكترك لك فيديوهات بعد وفي فيديوهات جانبه في الشريط وفيديوهات تحت بعد اللايك والحاجات دي هو من ضبن دول. اللي هي مميزات تصفح. تلاتة اشر فاصلة اتنين في الماء. اتشانل بيجز صفحات القناة يعني ترتيب الترتيب اللي انا عامله. جاب كم? تمانية فاصل ستة. مميزات يوتيوب التانية. سبعة فاصلة تلاتة في الماء. ده اللي هو الانترنل اللي احنا قرناه. الداخلي. دي بقى الخارجي. يعني ايه بقى الكلام ده? الحاجات اللي انا شفتها قبل كده دي. دي من جوة يوتيوب نفسه. من برا يوتيوب بقى نشوف المشاهدات بديجي منيه. جوجل سرش. من بحس جوجل. خمسين فاصل تمانية في الماء. من واتس ااب. تمانية فاصلة سبعة. من واتس ااب يعني الناس اللي بتدوس على روابط الفيديوهات من واتس ااب. ان فولان بيشار الفيديو الفولان. فبيدوس عليه. ركز. يوتيوب ناكركي تات كوم. اتنين فاصلة ستة. ومن الفيسبوك. واحد فاصلة ستة في المية. وتويتر. برضو واحد فاصلة ستة. انا مش عارف بصراحة ايه حور الفيسبوك وتويتر. انا مش عامل صفحات عشان الناس قدر توصل معي عليها هناك. بس اوكي. وات احنا فيه ناس بتشاير عليهم. مش موضوعنا. وده الحاجات اللي بيقولك انها بتجيب لك. اللي هي اللي بتجيب لك مشاهدات. مش زحمة. يعني انتباه من الناس. فدي فيديوهات مصارعة من اللي انا كنت نشرها زمان. دي او المشاهدات الناس اللي مهتمين يعني. فانا مش عايز اطول معك في دي قوي لان فيه حاجة كتير قوي. هنا بيقولك ايه قيمة تشغيل اللي الناس بتسمع عنها اكتر. فانت عندك لابة البوابة? ثلاثة واربعين في المية. العب للمكفوفين? ثلاثة واربعين في المية. لابة البوابة تلاثة تلاثين في المية. كريزي بارتي ست اه ستتاشر في المية. وده قيمة بتاعة انفيدي ايه? وهيا بنا نلعب. كمان بقى ممكن تدوس هنا يجيب لك قيمة تشغيل اللي برا. انت عارف فيه ناس ممكن تابة قيمة تشغيل اللي تخطي فيديوهاتك فيها. فانت برضو تبقى عارف دي ودي. هنا المكسب بتاعك. بيقول لك انت مكسبك قد ايه? فحالتي انا مفيش طبعا ولا جنيه. لان انت عارف القناة مش مستثمرة اصلا. معاني ما شاء الله احنا نقدر نستثمارك اي ثاني احنا عايزانها. وده بسيط يعني. احنا كسرين الارقام اللي يتيوب طلبها بكتير. هنا او المشاهدات المميزة. لما بتعمل فيديو مميز بيجي لك مشاهدات مميزة هنا عليك. هنا بقى نقطة مهم. بيقول لك اللي بيتفرجوا. المشتركين وغير المشتركين. فانا عندي غير المشتركين. سبعة وستين فاصل تمانية في المية. تمام? اتنين وتلاتين فاصلة اتنين في المية وما لمشتركين بس. بصراحة مش عارف ليه يعني. عيب والله يا جدع. دو سبسكرايب حتى. يعني. بيشيب فلوس هو. المهم. خلاني احنا موضاومة. فهو ده الموضاومة فيه. هنا بيقول لك برضو. الجندر النوة. سبعة وتسعين فاصلة سبعة في المية شباب. واتنين فاصلة تلاتة في المية بنات. او نساء يعني. بصراحة مش عارف ليه يعني. نكامل. هنا بيقول لك السن اللي بيتفرج على المحتوى. تمام? من تلاتتاشر لسبعتاشر سنة. تلاتتاشر فاصلة اتنين في المية. آآ تمنتاشر لاربعة وعشرين. اتنين وخمسين في المية. فانبقى فاهم كده ان ده اعلى تشارت عندي. زي ما انتشاف اهي اعلى واحدة. فمعناها ان انا بطارجت السن ده. ده برضو بيسهل علي حاجات كتير جدا. وايس? ديجي للي بعدها. خمسة وعشرين فاصلة اربعة وثلاثين. خمسة وعشرين فاصلة سبعة. ومن خمسة وثلاثين لاربعة واربعين. تسعة فاصلة سفر. وايس? وبعدها من من خمسة واربعين لاربعة وخمسين. ومن خمسة وخمسين لاربعة ستين. ومن خمسة وستين لاجبر. كل دي عند صفار طبعا. لان مفيش محتوى ما بيقدمش حاجة للناس دي. انت برضو تبقى فاهم محتوك اعلى حاجة في ايه? واقل حاجة في ايه? وايه الحاجة اللي ما بيتناسبوهش? يعني انا معروف هو اني ما عنديش مشاهدات خالص من الناس اللي في سن الخمسين طبيعي. انا راجل بنشر العاب وبنشر برامج كمبيوتر وحاجات تقنيات حديثة. الفئة دي مش مهتمة بالمحتوى ده. على اللي في الوطن العربي. فهي الفكرة في كده. فانا ببقى عارف المحتوى بتاعي مقدم لي مين او مين اكتر عدد مشاهدات. ده بيساعدني برضو في ان انا اجيب المحتوى ليهم. يعني ما اقدرش اجيب لعبة طفولية قوي. كويس? ابقى اللي انا عارفها ان هي من تمنتاشر لخمسة وعشرين. حاجة مناسبة للسن ده. فمن قصدي يعني ما اجيش اعمل جيم بلاي للعبة الوان مصر. اوان اروح رايح جايب لعبة قديمة جدا انا عارف ان اللي عندهم خفص وعشرين وست وعشرين سنة مش هيعرفوها اصلا. يبقى انا كده خلاص بقبط دماغ في الحيط. فدي من الحاجات برضو اللي مفيدة جدا انك بتعرفها. وهنا تحت بيقول لك الناس اللي بيتفرجوا على حسب اللغات. لان انا بحط ساعات ترجمات انجليزي للفيديو. كويس? فهو بيقول لي ده بيجي المين وده بيجي المين. وقدر حدد المحتوى طبعا. وهنا بيقول لك اكتر البلاد اللي اتفرجت. اول حاجة مصر وبعدها المملكة العربية السعودية طبعا القيم القيم موجودة. ثمانية اربعين في المية عندي مصريين. تسعة فاصلة تسعة في المية من السعودية. كمسة فاصلة صفر من العرق. عيني مش عارف ليه بصراحة معيني بيحب تقول العرق جدا. من قطر. صفر فاصلة تسعة في المية. وهنا من الاردن. صفر فاصلة تسعة في المية. لأ انا بقى انشار لشوية ناس من الاردن عماما. عندك برضو لو عايز تعمل فاكتر. ده هو بيتجمع المواد بسيطة. ولو انت عايز تشوف اكتر بيتدوس يفتح لك القيمة. فانت. انت شايف قد ايه الموضوع مفيد? وهنا بتقدر انك تعرف. بيقول لك المشاهدات بالنسبة للشعر ده عن الشعر اللي فات. وعندي عالي. المشتركين اعلى. وهي اهو ده برضو اللي انت شايفه ده. ده بيشرح لك الناس ولان بقف عليه بيقول لي. وتحت عندك. وهنا اسم لي المشاهدة ما بين ده وما بين ده. المشتركين وغير المشتركين. والكل فيديو. يعني عندك لعبة سيارات اللي هي بيقول لك اللي شافوه مشتركين قد ايه? واللي ما شافوهش مشتركين قد ايه? قص يعني اللي شافوه هم مش مشتركين. ده كان مجرد شكل سريع جدا ليوتيوب. طبعا البرنامج او استوديو مدينة المحتوى فيه حاجات اكتر بكتير جدا. جدا حرفيا. الموضوع واسع قوي. وفيه مميزات تقدر تعرفك حاجات لا تتخيلها. وهو يوتيوب بيساعدك كمان ان انت تطلع بالقناة القدامي. هو بيشوف قناتك بتعمل ايه? ويديك اقتراحات عشان تقدر تحسن منها. فده من الحاجات اللي لازم لازم تستخدمها بنسبة مليون في المية مش مية في المية. زي ما انت شايف جدا. زي ما انت شايف الموضوع. مفيد جدا. مفصل قوي. انا ورتك يعني اللي هو بس يعني ايه? يعني يا ده بك بس خدشنا السطح. احنا يا ده بك بوريك بس فكرة العامة. اما انا فيه احداثات اكتر بكتير وحاجات كتير اللي تعدل على الفيديوهات وموال. وتقدر مسلا انك تقص الفيديو اللي انت رافعه وتغير الموسيقى اللي موجودة في الخلفية وتقدر انك لو فيه وش معين مسلا بتاع حد في الفيديو تعمله ما يبنشي او تحط برواز او 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 او. والغير ده عندك حاجات تانية زي او الشاشات النهائية او اللي بتحط فوق في الفيديوهات. دي برضو من الحاجات الجميلة جدا. وبيسمح لك انك تعمل او استطلاع رائي وحاجات كتير جدا. يعني انت بتشوف الموضوع ده عندي في القناة برضو. عشان كده بقولك دايما نتفعل مع الحاجات دي. عشان انا اعرف انت عاجبك ولا مش عاجبك. فلحد دي كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. انا اللي خلاني اعمل الفيديو ده حاجة واحدة. يعني انا بستخدم الميزة دي من زمان. بس انا لقيت ناس كتير يوتيوبر صحابي. مش عارفين الميزة دي. وعندهم مشكلة. والاعدادات مش مصبوطة. ولا هم ما فاهميني الدنيا ماشي ازاي. حتى لدرجة ان كان في حد من الناس العظيمة جدا ما شاء الله عليه يعني. كان حد شغال في الاخراج وكده. والمشكلة برضو انه بيعمل محتوى عكس الحاجات دي اللي بتقوله دي بالزبط. فبالتاني هيفيش مشاهدات. ويوتيوب مش هيطلع النتائج الفيديوهات بتاعتك في نتائج البحث. ما انت بتسمعش الكلام. هيسمع كلامك هو ليه? بس. ده الموضوع ببساطة يعني. عرفت ازي ازي تقدر توصله? عرفت الدنيا ماشي ازاي? لو الموضوع عاجبك تقدر ان انت يعني تبحس عنه اكتر او تطلب مني في التعليقات وانا ممكن اعمل قائمة كاملة نشرح فيها يوتيوب من الالف لليه? عشان لو انت يوتيوبر تعرف تبدأ ازاي? وازاي تقدر تحط التاجز والصور المصغر للفيديو كل حاجة. عشان يبقى المحتوى بتاعك مميز عن الناس التانية. ما لو مش مميز ما حاجش يتفرج عليه. المنطقة الاختصار. وخصوصا لو انت جديد. في المجال يعني. اللي يخلي فيديوهاتك تطلع في نتاجة البحث. لو انت ما عندكش حاجة مميزة. البداية دي اصعب حاجة. فانت لازم تبقى عارف تبدأ ازاي? عشان تقدر تقف عد رجليك في يوتيوب. فبس كده لو انت مشترك جديد او يعني من مش عارف خمسة وستين ولا كامل اللي لسه مشتركوش وان بتفرجع الفيديوهات فاقول لك يعني. والله بصراحة مش عارف اقول لك ايه يعني. احسبها انت. لو شايف ان ده صح. ماشي. كامل براحتك. ما دار شوي لك حاجة. بس يعني. لو دست اشتراك يبقى كتر خيرك برضا. وفعلا زر الجرس ها. صار الجرس ده حل. بيجيب بيجيب لك الاشعارات اللي احنا بنعملها اول بول. واستطلاعات الرأي اللي بنعملها. ما هي الفيديوهات اللي بنشرها على اساس استطلاعات الرأي. والمشاهدات اللي باشوفها في ده. وصل لك. وامل شل الفيديو. عشان كل الناس يقدر استفيد. بتعرف اي حدا يستفيد من الموضوع ده يا دي انت شايف له الفيديو. وهعرف انت شايفته على ايه زي ما انت شايف. وبس كده. ترجع لبقية فيديوهاتنا اللي فاتت. تابع فيديوهاتنا اللي جاية. كان معكم احمد سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.